السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نرى معكم واحد الإجزارسيس للموتور أسنكران هذا التمرين سوف تستطيعون تصادفه بحال الأسئلة في examen de fun de module وفي examen de fun de formation وكين فيكم سوف يصادفه أيضا في الconcours بحال الوين وكفكرة يعني هذا التمرين اللي حاولتنا أخلكم هنا مقتطف من واحد الconcours ديال الوين هات التمرين ديالنا كيقول أموتور أسنكران أبور كاركترستيك بوصانس اوتيل كتساوي 95 كيلوات التنسيون هي 230 فولت 400 فولت وعدنا 50 هرتز ثم نتمنى 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 لحيث في الموتور كالكولي لفريقانس دو سنكرونيزم وللي كنسميوها بلا فيتاس دو سنكرونيزم يمكننا نحسبوها هنا عدنا سن glissement اي 4% مطلوب منكم انكم كالكولي لفريقانس دو غوطاشن ليا لفتاس دو غوطاشن والسؤال الرابع والأخير دينا في هذا الفيديو ليا كالكولي الكوبل اتيل نحن بقى بي اتقال 3.14 المهم سنكتفي ودبا حاليا غير بهاد الاسئلة تحاول نجابو معا على هاد تمرين من باد سنشوفو لكوريكسيون دينا انسمبل المهم بنسبال للي بغاو يتلشارجيو هاد الكونكور و هاد الاسئرسيس غدي نخلي لكم يعني ان بي دي اف في صندوق الوصف يمكن لكم تلشارجيوه وتحاولوا تخدمو هاد التمرين في ديوركم كما قلت لكم غدي نخلي لكم هنا واحد شوية دي الوقت غدي نخلي لكم حاولوا تجابوه على هاد التمرين من بعد غدي نشوفو لكوريكسيون يعني انضيطها يعني غدي نحاول نشرحو شوية غدي نحاول نشرحو و نضحو الأمور و نعطي لكوريكسيون ديانه ما تنسوش الشباب تضغطوه على زر لايك تشجيعيكم لنا على تقديم المزيد و شاركو لها و شاركو مع الأصدقاء ديالكو نشوفو دابا لكوريكسيون ديالكو دنا نحاول أمور أسنحن لكوريكسيون أمور كاركترستيكيون قوصص أتول إقال 95 كيلوات لكوريكسيون لكوريكسيون 230 و 400 و لكوريكسيون الإطلاق لكوريكسيون نحاول نحاول إلى و 50 هرز او بول اذا احنا عدنا الريزو دينا ندخل فيه 400 فولت نعطيكم هنا واحد المثال تبسيطي نقوله مثلا عدنا انا ندرنا له مثلا كوبلاج تريانجل هنا L1 L2 يعني الفاز 1 الفاز 2 وهنا يكون لدينا الفاز L3 هنا بين L1 و L2 احنا دخلنا له هذا الموتور دخلنا له يعني 400 فولت اللي كتسمى بلا تنسيون كمبوزي حت كما كلاحظونا هدنا 230 فولت و هدنا 400 فولت ديك 130 كتسمى تنسيون سامبل يعني بين الفاز و النوتر و 400 فولت كتسمى تنسيون كمبوزي اللي كتكون انتخ دو فاز زايد واحد فكرة اخرى عندنا مهمة شنا هي هي ان البوبين كتكون كتخدم دائما بلا تنسيون سامبل يعني دائما البوبين ديتنا ديت الموتور كتكون كتاليمونتا بلا تنسيون سامبل ليه هي مثلا في هذه الحالة لدينا عاد تكون كتخدم بمئتين وثلاثين فولت انت عندك البوبينج تخدم بمئتين وثلاثين و التنسيون يعني الريزو 400 فولت ماذا لدينا ماذا لدينا كوبلاج تخدم ماذا ستخدم ماذا لدينا بمئتين 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 وثلاثين بمئتين وثلاثين لدينا الموتور ستحرق مفهم هذا كوبلاج ماذا ماذا لا يمكن الموتور لذلك ستحرق نرى بالنسبة لحالة الثانية كوبلاج آية نحاول نقضي لكم الرسم هنا لدينا الان هنا الدو و هنا الاخر ثالث نؤلم هنا ماذا نقضي تنسيون 400 فولت و هذه لكي يمكن التنسيون 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 هنا كما احضرنا المقارنة بين الكنسيوم و الكنسيوم الماضي الكنسيوم التي لنا خلال الموتر و الكنسيوم التي تستعب ستجل بها لماذا اعلم؟ الكنسيوم تقسم لها 400V لديه بوابن و هنالك V في الزرق الأولى الا بان هنا 230V و هنا تنصيوم الحمر تنصيوم E فيها 400 فولت هذا 400 فولت قدرت تقسم على هذا الجج بالقاعدة ديفيزور ده تنسيون بالتالي يكون هنا واحد نوع التكافؤ يعني الموتور يخدم لنا بطريقة مزيانة. هذه هي الحالة الأفضل. فمتوني اش بيت نقول لنا الشباب بيك بما أننا وعدنا هنا 400 فولت افضل كوبلاج الذي نستطيع فعله هو كوبلاج اطوال بالنسبة لهذا خيانجل هنا 400 فولت و هنا 230 فقط. هنا لا يمكن أن تتساوي هذا التنسيون كبير من هذه. بالتالي ستحرق لنا الموتور هذه البوبنات سوف نحاول هذا الكوبلاج اطوال. نشوف هذا بالنسبة للسؤال الثاني دينا كالكولي الفريقانس دو سنكرونيزم. سوف نحسب ذلك الفريقانس دو سنكرونيزم. كان عرفوا القاعدة ديتنا كتساوي. كان عرفوا القاعدة ديتنا اللي هي نس بالنسبة للسؤال الثانيزم. يعني كلا جوج نحسبون بواحد. لا برضو برضو ببساطة. إلا كان لدينا ثمانية دينا ثمانية دينا ندوزو دابا للسؤال الثالث دينا. عندنا هنا 100 مطلوب منا يعني نحسبو الفريقانس دو سنكرونيزم. كما كان عرفوا عندنا واحد القاعدة اللي تربط لنا بين الجلسمو والفريقانس دو سنكرونيزم. جي إتغال نس نس موان نس بالتالي هادي نحاولو نبستوها. اللي غدا تعطينا نس فوا ج إتغال نس موان نحاولو نبستو أكثر. تعطينا ن إتغال نس موان نس فوا ج هي نس فاكتور 1 موان ج نحاول نكتبها لكم هنا. ونديرو اللي هذا بالتعويض العددي. لابليكاسيون نيميريك. عدنا كتساوي 750 فاكتور 1 موان 0.4 مليكا نحسبوها كتعطينا في الأخير 720 تور مينوت. آخر سؤال وقالينا اللي هو أن نكالكول الكوبل اتل كما كان عرفو أن البوصانس اتل كي ساوي الكوبل اتل فوا لفتاس انجولير اللي هي ديك أوميغا. و أوميغا لفتاس انجولير عند واحد القاعدة اللي بنا نحسبوها اللي هي 2P N بحيث يجب أن تردو لبال واحد المسألة يعني لفتاس انجوليغ لكن نحسبوها بالرادية بار سوغند. لذلك حتى ن تكون تور بار سوغند. يعني نحن نخدمو بار سوغند. نحن في المواطنة اللي تلاحظو معي هنا نسبة 120 تور بار مينوت. يعني نحن نحولها على السوغند. نحن نقسموها على السوغند. لذلك لذلك أليس كتبت لكم هنا. N مقسومة على ستين لذلك أولا على الصبغ العدد هنا هنا كما نرى في الأول المواطنة تصوير كوبل إتصال فا أوميجا ديلا في سنجوله كوبل أوميجا لذلك أولا على الصبغ في الطعواز دي بيزي بار اوميغا اوميغا سنحاول ندرك لتعويض ديالها دانك نحاول نحسبها هنا يوميغا لدينا دو بي فاكتور سبعمية و عشرين دي بيزي بار سوصنة الور كتساوي سوصنة كنز و ترانت سيس رديان بار سوغاند هندروا التعويض هنا اللي تعطينا خمسة وتسعين الف مقسمة على خمسة وتسعين فاصلة ستا وتلاتين اللي في الاخير كتساوي الف ومئة وستين فاصلة وستين نيوتون متر هذا هو الجواب ديالنا الشباب نتمنى تكونوا استفتوا من هذا التمرين إلا كان لديكم شيئ أسئلة يمكن لكم تخليوا لي في كومنتر قدروا نحاول نوضحها أكتر إن شاء الله وإلى فيديو مقبل بحول الله ما تنساوش تقطو على زر الإعجاب كتشجعكم كتشجعكم لنا ودعمكم لنا على تقديم المزيد بحول الله تحية لكم كان معكم الأستاذ ليسموزوني من قناة النيرو أكاديمي وما توفقنا إلا بالله